وفي مدينة الشحر بمحافظة حضر موت أحية الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى بإقامة مهرجان جماهيري كبير وذلك لنصرة غزة والذي أقامه ملتقى المدد والنصرى بحضر موت وأشار رئيس ملتقى المدد والنصرى بحضر موت عبدالله باصالح بأن الذكرى الأولى لطوفان الأقصى حلت ومازال الشعب الفلسطيني صامدا صابرا مجاهدا يسطرون ملحمة المقاومة والصمود والإباب الدماء والأشلى لافتا بأن طوفان الأقصى مرحلة جديدة ومسار جديد للعزة والكرمة والحرية والتضحية والفداء مستنكرا الخذلان والتخاذل الدولي والإقليمي تجاه القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر